نرحب حضراتكم معنا مرة تانية ملف مش الأول مرة نفتحه لكن هنفتحه من زاوية تانية قصة مواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات اللي طبعا غيرت كتير من حياتنا وليها إيجابيات كتيرة وقربت المسافات وبقى فيه فرصة لتبادل الأراء وتعرف الأخبار لكن تدقى طبعا فيه المصدر ومين اللي جنقل المعلومة ولو فيه خبر مغلوط لكن في الفترة الأخيرة الحقيقة بقى فيه سلبية ظهرت بقوة نتيجة للتوسع في مواقع التواصل الاجتماعي وكمان حياتنا الشخصية وكل التفاصيل وأخبارنا وأخبار ولدنا وصورنا والكلام ده كله صحيح ممكن يكون ده يقولك أنا دي حرية شخصية إن أنا بشرك مثلا صحابي أو معارفي أو اللي موجودين في صفحتي في أخباري في صوري في أنا بعمل إيه أو ما إلى آخره لكن في المقابل هل حرية الآخرين تخليهم إن هم يدخلوا على الحاجات الشخصية اللي أنا كتبها دي أو اللي أنا حطتها على موقع الخاص بي أو على صفحتي ويبقى فيه بقى مجال للتنضر والتحكم والتنمر وأشياء من هذا القبيل ويمكن المسألة خدت يعني كلام كتير في الفترة اللي فاتت والكاميوم اللي فاته نتيجة للموضوع ده إنه ظهر بقوة يعني عدد من النجوم أو الفنانين طبعا ما بالك بقى بعمة الناس يمكن أخرهم طبعا الفنان شريف مونير وكتير وكتير وقسر ياسين يعني عدد كتير ومن الفنانات بقى فيه يعني تتحط الصورة تسمع بقى تعليقات ما أنزل له بها من سلطان فبقى فيه كلام إنه لأ دي حرية شخصية حرية إن أنا أعبر وإن أنا أنقض طيب إيه الفرق ما بين النقد وما بين السب والقصف والإهانة والتنمر طيب القانون أكيد هو الفيصل فهذا الموضوع هل بيعاقب اللي بياخد هذا المسلك أو بيعني بيلجأ لهذا الإسلوب بيقع تحت طائلة القانون فين الخط الفاصل ما بين الحرية الشخصية وما بين كمان احترام حريات الآخرين معانا وما أحردكم في الحياة اليوم النهاردة للحديث عن هذا الموضوع بيشرفنا وجود سيادة اللواء محمود أراشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا مشارفنا سيادة اللواء مساعدة أهلا وسهلا بحضرتك ومعانا كمان ببش مهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات برحب بحضرتك معانا يا فندب أهلا وسهلا الحياة أنا عايزة ابتديم مع حضرتك ببش مهندس وليد لأنه أكيد الصورة عند حضرتك برضو تبتبص وبتتابع وبتشوف إلي بيحصل في المواقع والمسألة دي إزاي برضو خرجت عن حدودها في الفترة الأخيرة توصيفك أو تقييمك للموضوع يا فندب هو أنا قبل ما هتكلم أنا محتاجة أقول نص في قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لأنه هيفسر حاجات كتيرة جدا للناس ممكن تكون الناس ما تعرفهاش في الفصل الثالث في المادة 25 الجرام المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع بتقول أنه بيعاقب بالحبس مدة لتقل عن 6 أشهر وبغرامة لتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى تاني العقبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسالة الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية للنظام أو موقع إلكتروني لترويج سلعة أو خدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أخبار أو صور في حكمها تنتهج خصية أي شخص دون رضا سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وده بيقول الرد اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا يعني لو حد نشر على حضرتك صور خد صور ونشرها أو عمل عليها أي حاجة سواء حقيقية أو غير حقيقية أو قال كلام حقيقي أو غير حقيقي يدان بالقانون 175 من المادة 25 وفيه بند تاني في القانون مادة 26 بيعقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه أو بإحدى تاني العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافل الأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه طيب ده القانون بيقول إيه وهنرجع له لكن في الأول يعني هل دي بقت ظاهرة يعني اجتماعي يعني إيه أسبابها تفسيرك لها إيه بص يا حضريك فيه ناس من النوعيات اللي بيعلقوا على الحاجات دي بيبقى عايز يظهر بشكل ما يعايز يقول أنا هو عنده إحساس وده برضو بيرجع لحاجات كتيرة هقول لحضريك فبيبتدي يعمل حاجات مبالغ فيها يبتدي يكتب حاجة مستفزة عشان يظهر في التعليقات للشخص اللي هو بيعمل كده كنعمل أنواع الشهرة وفي ناس بتعمل كده نتيجة أنه هو شايف أن فلان ده أنا أحسن منه ما ينفعش هو يبقى كويس حاجات كده شخصية ممكن واحد بيعمل كده فراغ ما عندهش حاجة يعملها في ناس بتعمل كده هي الطعاء بطبعها حلو أو وحش هيخش أنتقد في ناس بتعمل كده شباب كتير قوي طب أنا هقول لحركة على حاجة بتصدفني أنا شخصيا أنا لما بعمل فيديوهات بعملها فيديوهات توعية للناس لا ببيع منتج ولا سلعة ولا بروج لأي حاجة ومع ذلك في ناس بتخش بتقول ألفاظ مش لطيفة وبتتنمر وبتعمل حاجات مش كويسة فالموضوع ملوش علاقة بالمحتوى المقدم من الشخص عشان شخص يخش يقول عليه كلمة مش كويسة ده بيبقى سلوك لناس يعني بغض النظر أنت كاتب أو نشر إيه أو عامل فيديو إيه لكن أنه أنا موجود وانتقد وقول أي حاجة وأن أنا قاعد محدش شايفني بس تخصي أن محدش شايفني اللي هو اللي ورر الشاشة ده يكتب ومحدش يعرف يوصله لا يا فندم ده كان زمان محدش يعرف يوصله لكن دلوقتي حضرتك إدارة مكافحة جرام تقنية المعلومات وممكن معي اللي هو هيتكلم في الموضوع أكثر مني أي حد بيروح يعمل بلاغ بيتم الاهتمام بالبلاغ بتاعه وبيتتم تتبع الشخص ده وبيتجاب الـ IP بتاعه فيه نقطة مهمة عزول حضرتك عشان فيه ناس متخيلة أن أي حد يعرف يجيب IP أي حد ومنه يعرف يجيب عنوانه ودي معلومة خاطئة الـ IP ده بيبقى من مزود الخدمة اللي بتدي لحضرك الإنترنت سواء على التليفون أو من خلال الـ DSL اللي يقدر يجيبه هي شركات الاتصالات اللي بتجيب الـ IP ده وتقدر ترجم الـ IP لعنوان مستخدم يعني وليد لما بيشترك في الـ DSL بياناته موجودة عند الشركة الشركة اديته IP الفلاني فلما يتقال الـ IP ده بتاع مين يتقال ده بتاع شركة X اللي هو كان واخده وليد حجاج اللي ساكن في العنوان كذا 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 فبيروحوا على العنوان يجبوه أو على رقم الموبايل يشوفوا مين صاحبه ولكن مش من السهل أي حد عشان برضو الموضوع فتح باب للنصب على الإنترنت فيه ناس بتطلع تقول يا عمنا هكرا نعرف أجيب لك مين اللي عمل كده وأجيب لك عنوانه مش حاجة اسمها كده الـ IP ده صعب أن أنا أترجمه العنوان إلا من خلال الشركات الخاصة اللي هي مسؤولة عن الإنترنت والمنظمة للموضوع من خلال نيابة وبإجراءات معينة مش أي حد يقدر يعمل أما انتشار الظاهرة دي ما هو برضو يرجعنا تاني لحاجة مهمة للأسف أن الحاجات المبتزلة السيئة المسفة بقت هي اللي بتعمل شهرة لبعض الناس ونظر أن في نمازج بقت بتظهر على الساحة لناس كتير بلقوا أن الحاجات المبتزلة بقوا في أماكن بيعملوا حاجات كويسة فده إدى قدوة ضمنية في العقل البطن للناس طب ما نبقى زيهم وأعمل حاجات وأطلع عشتم وأعمل وأقول أي حاجة يمكن حد ياخد باله منه طيب أتاج هنا لسيادة اللواء وإحنا بنتكلم على الفعل ده بيخضع لقانون العقوبات ولا قانون الجرام الإلكترونية يعني توصيف المسألة والتعامل معها طيب حساس الحاجة برضو في الأول بس كده عشان إحنا دخلنا دخل جمدة عفوا وخوفنا الناس من استخدامات الإنترنت والسوشال ميديا برضو عشان ما نخوفش الشباب ونخوف المستخدمين من استخدام السوشال ميديا والشباب إحنا بنقول إيه كلمة بسيطة أو بمجازة إحنا بنقول لا يمكن أن ننكر أن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما قدمته لنا من إنجازات عظيمة أهمها الإنترنت والسوشال ميديا وتفر حدثت إنقلاب جزري في جميع حياتنا ويمكن حاليا ونحن نمر بهذه الجائحة ربنا يعافينا منها إن شاء الله كل الاعتمادات على الاستخدامات الرقامية والسوشال ميديا وما لذلك وبالتالي يجب أن يكون هناك دوابط دوابط أخلاقية وقانونية وفنية لهذه الاستخدامات التكنولوجية خاصة مع شبكة الإنترنت والسوشال ميديا بصفة عامة لما نيجي نقول القانون زيما تفضل المهندس وليد قال القانون 175 لسنة 2018 فعلا وضع ونتيجة منقاشات مجتمعية ومع أكاديميين ومهندسين وضع فرعا وغطى كل حالات الاستخدام غير المشروع وغير الآمن لشبكة الإنترنت والسوشال ميديا واللي عاوز أقول له حاجة أستاذة إحنا الجائحة الكبرى التي نعاني منها هي الإفراط والتفريط في استخدام غير مشروع وغير آمن لشبكة الإنترنت والسوشال ميديا ها وقق حداكة عند الجزئية دي وعرف تفاصيلها بس لازم نطلع الفاصل دلوقتي وارجع للسيادة اللي هو مرة تانية ونشوف إيه المشكلة الأكبر في التعامل مع الإنترنت في الوقت الحالي بعد الفاصل مساء الخير دول المزنبين دول المتهمين اللي عملوا نصيبة اللي بوزوا البشرية اللي قازوا الناس اللي قازوا الدين لأن الناس اللي بعثولي بيكلموني بالدين اللي شتموني ملايكة بيكلموني بالدين دول اللي قازوا الناس كلها هم دول البتين الكبار قوي دول هم دول اللي قازوا الدنيا كلها عموما أنا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وبشكر كل الناس اللي دعمتني ودعمت فريدة وكاملية وأنا بشكركم جدا على إحساسكم وشعوركم أنا اللي طلو منكم بقى من النهاردة إن يبقى فيه وقفة قوية يا جوز إحنا كنا سبب نقطة التحاول اللي ممكن هتحصل في فترة الجاية لو سمحتم لازم بيبقى كلنا إيد واحدة وبقولك وبقولك أي أزا يجيلك أو أي تنمر يحصل لك أو أي حد يتجاوز حدوده بلفز خارج ما تسكتوش اعملوا بلاغ اعمل سكين شوت اللي تقلك ويروح أقدم البلاغة الاهتمام غير طبيعي من قبل السيد النائب العام ومن رئيس النيابة والناس فارق معاها الموضوع جدا جدا وعايزين يساعدوا جدا جدا ولازم نحط حدود بقى للناس اللي بتحدد لنا حياتنا أكيد في ناحية قانونية واجتماعية وإنسانية كمان في التعامل مع الملف ده أفكر حضرتك وابنتكلم في إيه عن طبعا يعني السلوك السلبي اللي بقينا بنشوف في الفترة الأخيرة تجاه المستخدمين للإنترنت اللي مثلا يحط صورة يكتب تعليق وكلام ده كله بيكون في إيهانة وتنمر وتعدي لحدود الأخلاق وكمان يعني مثلا بنات الفنان شريف مونير حقيقة وأنا ببص على الفيديو اللي هو هم نفسيتهم كمان عاملة زي البنات الصغيرين اللي يعني ما لهمش في المواضيع دي كلها يعني لما يعني يتابعوا يعرفوا تقال عنهم إيه مع صحابهم المسألة اجتماعيا محتاجة وقفة وقانونية بنتكلم مع حضرتكم على الإطار القانوني للتعامل مع هذا الأمر وكان سيادة اللواء محمد الرشيدي قبل شوية محمود الرشيدي عفوا بيتكلم عن أنه في غلطة ومشكلة في تعاملنا إحنا مع الانترنت إزاي يا فرم هذيك لازم كل مستخدم لشبكة الانترنت يعلم تماما تماما أنه لا أمن ولا أمان حينما تستخدم السوشيال ميديا والانترنت في تبادل أي وثائق أو أي صور أو معلومات هم عبر هذه الميديا أنت يمكن أن تتعرض للإختراق وعاوز أقول لحياك حاجة نقطة برضو عشان لما نيجي نقول إن الجاني أو مرتكب جريمة أو اللي عمل القرصانة دوت ممكن ما يكونش شخص إطلاقا ممكن يكون شخص عفوا من زو النفوس الإجرامية ممكن تكون جماعة إرهابية ممكن تكون وكالة استخبارات معادية يعني أنت معرض بما تبثوا من معلومات أو صور أو 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 أن يتم اختراقك بلأس إيه بقى النقطة المهمة جدا إن النهاردة السوشيال ميديا في تقدم والتكنولوجي في حاجة اسمها السوشيال انجينيرينج أو الهندسة الاجتماعية وفي حاجة اسمها الارتفيشال انتليجنت أو الزكاء الاصطناعي كل دي تولز بتمكن مرتكب هذه الجرائم سواء كان جرائم منظمة سواء كان استخبارات سواء كان منظمات إرهابية تمكنهم من إجراءة تحليل دقيق للشخصية المستخدم وبالتالي معرفة كافة التفاصيل عنه واستقطابه ودي من ضمن المحاولات اللي هي الحرب المعلوماتية التي نتعرض لها فحنا نتعرض لحرب معلوماتية عفوا قصرة جدا من جارب تلك الفئات النهاردة الحرب المعلوماتية بتستهدفش جيوش بتستهدف المجتمعات يعني لما حيك شفتي النهاردة السيد شريف نميري وأولاده وقبل كده في بعض الفنانات وبعض البنات اللي هم على التيك توك واوا والكصص دي كلها دي تدمير للمجتمع تدمير للمجتمع احنا بنتسأل اين الاصلة زي ما كنا بنتكلم مع حريك اين الاصلة للأسف الشديد هناك تراجع تراجع او تدني فيه دور التربوي والتوعوي للاصلة اللي هو ساعات واحد بيفكر يعني اللي داخل بهدف انه يشتمو بس بالضغط اللي هو انت راضيت ايه في نفسك يعني دي محتاجة كمان جزء نفسي يعني بلا شك ما نقول لها حريك حاجة هو للأسف الشديد اني بسبح السوشيال ميدي دي برغم انها مستنقع الا انها حفلة تنقرية حفلة تنقرية عالمية كل واحد بيدخل باكتر من وش يعني ممكن زي ما هو يقول الناس اللي بيشتمو هي السيد مونير بيشتمو باسم الدين وده باسم كذا باسم كذا كل واحد ليه بيج او ليه اكاونت بيتخذ منه اجراءات معناه ولكن كل دي محاولات واسليب نصب واحتلال وللأسف الشديد ان السوشيال ميديا مليئة بهذه الاسليب التكنولوجية والاحتيالية فور فري طيب دلوقتي فيه اتجاه ان يكون فيه وقفة قوية تجاه هذا المسلك انه ما نسكتش عن حقنا اللي تعرض للتنمر او الاهانة بهذا الشكل يبقى عارف ان فيه قانون وفيه مواد في القانون هتجيب له حقه طيب انا اعمل ايه يعني كخطوات اللي هو انا بسلا بلاغ سكرين شوت زي ما بتقال يعني ايه الادلة او طبيعة التحرق اللي انا هقوم به مدعوم بايه طبعا في البداية ما فيش حاجة هتحصل من غير ما الشخص يبلغ يعني لو حد اه تعرض لي على السوشيال ميديا وانا ما بلغتش فما فيش اي حاجة هتحصل فلازم يقى فيه شخص مبلغ ولازم يقى فيه دليل رقمي يعني ايه دليل رقمي الدليل رقمي موجود في القانون برضو مية خمسة وعين سنة 2018 بتعريف واضح وصريح وبيقول انه اي معلومات الكترونية لها قوة او قيمة ثبوتية مخزنة او منقولة او مستخرجة او مأخوذة من الاجهزة الحاسب او الشبكات المعلوماتية وما في حكمها ودي مهمة بقى اللي جاي ويمكن تجمعها وتحليلها باستخدام اجهزة وبرامج او تطبيقات تكنولوجية خاصة بمعنى ايوة بصتها بمعنى ماينفعش حضرتك النهاردة ان انا اخد سكرينشوت حضرتك حدش اتمنى اخدنا السكرينشوت دي وطلعها واطبعها على ورقة واروح اقدم الورقة مين اللي يقول ان الورقة المطبوعة دي كانت اصلا حصلت على التليفون بكيان يعني جدا انا اروح بموبايل لازم وجود وجود جهاز او اكاونت او حاجة عليها الدليل لان النهاردة فيه ادوات متاحة ومنتشرة جدا على الانترنت ومجانية تتيح فبركة اي محادثات يعني فيه حاجات موجودة للتليفونات الاندرويد فيه حاجات موجودة للتليفونات الايفون فيه حاجة كل ماركة اه فيه واتساب جينيريتور وفيه اي ميسج جينيريتور وفيه كل حاجة جينيريتور وبالصور وعملها بالتوقيتات وعلى فكرة لكن ان هو يقول اكاونت مسلا فيك ده بنقول حريكة لحاجة استاذ شريك منير تحديدا انا طلعت معاه في حلقة قبل كده وفبركت له محادثة هو واساذة ليلة علوة على الهواء واحنا مع بعض في حلقة كان برنامج انا وبنتي وفبركت له محادثة ما حصلتش ما بينه وبين الفنانة ليلة علوة من خلال البرامج والادوات دي بصورة وبكلام وانا حضرك قلتي وانا قلت ممكن اعمل محادثة مثلا لزوجة اكس من الناس وقل له بص مراتك بتكلم مين فحدك الشاهد من كلام يطلق عليها الادلة الجنائية الرقمية او ديجتال فورينسيكس معامل الادلة جنائية الرقمية وناس متخصصة تقدر تتحقق ان الحاجة اللي اقصده دي فعلا حقيقية وحصلت لكن ان انا ابقى رايح طبيعها في ورقة ما فيش اي جيه تقدر تقول لورقة المطبوعة دي ايه ما فيه فوتوشوب مايمكن انا خدت الصورة الحقيقية اللي حرك بتكلميني كويس فيها وحطتها على الفوتوشوب وعدلته طبعتها وتيجي تقول ليه فين التليفون اقول لك ضع معيش تليفون فيجب ان يكون اي حد عنده حاجة غير ان ياخد سكرينشوت يحتفظ بالجهاز او بالاكاونت اللي عليه الحاجة دي عشان ده يساعد كتير قوي انه يثبت الواقع دي على الطرف الاخر طب الحسابات المزيفة برضو الحسابات المزيفة دي لو عمل ده من حساب مزيفة ما هو عمل ده من حساب بس لو الحساب مزيفة فتفتح لكن لو فضل قفله يعني لو حد عمل حساب شتمنيه وقفل الحساب بعد كده معرفش ورحت عملت بلاغ والحساب ده ما تفتحش تاني خلاص هجيبه منين هو زي ما بقول باشمهندس نقطة مهمة قوي فدريكا زي ما بتقولي حضرتك في أول الكلام لابد يكون فيه وقفة عاوزة أقول لحيك حاجة مهمة جدا ان ما يساعد على انتشار مثل هذه النوعية من الجرائم سكوت المجنة عليهم والضحايا انهم ما بيبلغوش كتير من الضحايا يقول لك لا انا مش هاوز فضيحة انا 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 لا لا مش هتكلم في الموضوع ده وبيساعد الجاني ان هو يرتكب يتماد فالنقطة اللي بنتكلم عليها حيث الدليل الرقمي دي هناك فيه عندنا فيه وزارة داخلية وحدة مباحث الانترنت وهي المانوت بيها بصي بقى المانوت بيها مش هو ياخد سكين شوت زي ما قال مهندس وليد لا 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 السادة ضباط وحدة مباحث الانترنت المانوت بيهم استخراج السكين شوت والدليل الرقمي من خلال اجهزة معينة يقدروا يطلعوا الاي بي وا وا والكصص دي كلها على اساس خاطر يقدموها لسادة نابل احنا وحدك بتتكلم دوقتي برضو النوة ان احنا منازلين الارقام الخاصة بمباحث الانترنت علشان برضو لو حد مش عارف الطريق لكن الطريق ده موجود موجود حوالي هوتلاين 108 معروف ومباحث الانترنت في ميدان العباسية تمام قدام الاحوال المدنية المقر بتاعها وفي كل مدرية من المحافظات مدرات المحافظات في وحدة مباحث الانترنت بلس ان سادة النائب العام مشكورا دلوقتي عمل وحدة رصد الالكتروني لكافة الاستخدامات غير المشروع وغير الامنة التي تتبس عبر شبكة الانترنت يمكن احنا الاول كنا بنقول ايه لابد النازل ما قالي مهانس وليد ان احنا نقدم بلاغ لانهاردة في مباحث الانترنت ما نود بها رصد رصد اي استخدام غير مشروع وغير اهم للانترنت يعني شوف فلانة دي عملت تيك توك في امور جريحة بالنسبة للدولة مش للاشخاص للدولة والاشخاص لا يعني مين انا محدش يعرفني يعني مثلا التطبيق اللي بتحدي تتكلم عنه والبلاغات الاخيرة او التحركات اللي تمت دي دا كان تحرك مجتمعي يعني كانت نيابة العامة اللي هي طبعا محامي الشعب هي اللي قامت باتخاذ الموقف دا مش بناء على بلاغات تتقدمت لها حاضرتك نيابة العامة تحركت بناء على بلاغات طبعا بلا شك ان فيه استخدامات غير مشروعة بتاع التيك توك والكلام الفاضي دا وبالدالي تحركت اشتغلت تنصاكت مع باحث الانترنت تم ضبط الجناف في هذا الموضوع ولكن قصد اقول لي الحركة فيه وقفة مجتمعية وقفة توعوية جمدة جدا ولكن احنا قلنا قانون وقلنا مباحث الانترنت وقلنا نيابة العامة ولكن اللي انا عاوز اركز عليه وانبع عليه يبقى خط الدفاع الاول في مواجهة هذه الجرائم التوعية المجتمعية برامج زالحك بتعمليها واي حد من الاعلمين ودور الاسرة فيه هناك مبادئ اساسية لاستخدام الانترنت والسوشيال ميديا لانك معرض للقرصنع من خلال النهاردة بيستخدمون في ايه في غسيل اموال جراء منظمة سركة اعضاء يعني اللي تطلع في تيك توك ودوها فلوس قد كده انها تضم ناس وتاخد فلوس معانا بعد كده بيتم استغلالها في سركة اعضاء بشرية بيتم استغلالها في غسيل اموال بيتم استغلالها المجتمع ونبقية سلكات سلبية علينا طب هنا معلش هتقابل وممكن شوفنا الكلام ده بقى يعني عمالي تقال على المواقع الفترة الفاتت انتو هتفيل بقنا اما انا حر دي رأيي حرية الرأي والتعبير انا بنتقد ده نقد ده نقد موضوعي ده مفوش اهانة ولا سب ولا قصف الخط الفاصل بقى اللي هو بيحكم فيه هنا القانون الخط الفاصل يا فاندي ما هو النقد ده حاجة وقلت الادب بي حاجة تانية اي الاسر النقل ان انا اقول لها حضرتك انت اخطاطي حضرتك كذا وكان افضل انك تعملي كذا وكذا الكلمة الكلمة المبدأ لكن الاسف اللي بيحصل هو الهدف منه هو الاهانة لمجرد الاهانة مش وضع حلول انا ما اجل انتقد حضرتك احطي لك الحلول اقول لك انا من وجهة نظري في حلول كذا 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 ولكن غايزين نرجع برضو النقطة اللي قالها معالي اللي هو المجتمع والقسر اللي مش لقي يتاكل والناس اللي في حالة مجتمعية صعبة لما بيلاقي ابنه او بنته بتجيب له فلوس كتير من السوشيال ميديا او من التيك توك ما هو بالنسبة هو مش فيه ناس بتطلع عيالها وتقفل اشارات مش فيه ناس بتخلي عيالها تسرق مش فيه ناس بتخلي اولادها بيطلعوا معهم يعملوا حاجات مش سليمة عشان الفلوس هو لا هو شاف ان الانترنت بتجيب له فلوس من خلال ابنه او بنته فهو موافق لانه هو ما عندوش مصدر داخلي فهي في الاخر توعية ثقافة مجتمعية معها كمان فيه نقطة ان فيه ناس متعلمة ووعية وفهمة بتقع ضحايا دون ان تقوم بعمل خاطئ يعني فيه ناس بتقع ضحايا في الحاجات دي لفهمها الخاطئ للتعامل مع التكنولوجيا حضرتك النهاردة صورك وحاجتك ودنيتك اللي على الموبايل لمجرد احتفاظك بيها على الموبايل ممكن يعرضك للابتزاز ممكن يعرضك لمشاكل أنا أنا معاش فيه نقطة قبل ما حدقت كامل الكوزقية دي ممكن اللي بيشوفنا بتباعة وتقولك انتو بتتكلموا علشان بقى فيه مشاهير وفنانين ونجوم مجتمع اثاروا الموضوع لكن ما بالكم بالناس العادية هل هياخدوا نفس الاهتمام هل لما روح لجاء المباحث الانترنت هيقول بالله فلان ده شتمني او في اهانة او كذا كذا ما بروح يعني أنا بروح هناك بدي محاضرات في الدور اللي فيه مباحث الانترنت ببقى لقي تحت قاعدين لا يقل عن خمسين واحد ساحبين رقم وقاعدين شغالين وابقى نازل بعد الظهر ولاقي الناس لسه قاعدة والناس بتزيد ما بتقلش وبياخدوا المحاضر وبيسجلوا موضوع المتبير قوي اه يوميا يا فندم بالعشرات تكاد تكون بالمئات مية وخمسين مية وثلاثين واحد بيروحوا والناس بتقوم بالدور وزيادة الناس قايمة بالدورها ولكن مش كل الحالات بيتم حلها وده اللي ده انطباع لبعض الأشخاص ان هما ما بيعملوش حاجة فيه ناس تقولك انا بروح ما بيعملش حاجة ايه الحالات اللي بقى صعبة ان حريك النهاردة حساب زي ما قلت الحريك حساب تقفل خلاص طب انا هجيبه منين حضرتك مش فيه ناس بتروح تبلغ على سرقة عربيات فيه عربيات بترجع وعربيات ما بترجعش وكل واحد بيروح يعمل محضر فيه حاجات بتوصل للنتيجة وحاجات لأ ظروف الموضوع هي اللي بتحدد اذا كان الموضوع ده هيبقى ليه نتيجة ولا ملوش نتيجة فيه حاجات ما بيقدرش يوصلوا فيه النتيجة مش عشان هما مقصرين عشان هو ملهاش حل واحد شتم من برا مصر من حساب مزيف هجيبه منين مثلا وما فيش في الوقت الحالي اتفاقات ده لا هيبقى فيه لبعد قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات وقانون حماية البنية الشخصية والحاجات اللي بتحصل دلوقتي هيتبني عليها دي كلها نواة هيتبني عليها بروتوكولات تعاون مع الشركات اللي بتقدم خدمات السوشيال ميديا من برا مصر زي ما بيحصل في الدول الأخرى طب تقنيني باش مهندس هل فيه وقت معين أو سقف زمني تعرضت للموقف ده اعمل بلاغ يعني لو وقت عد أطول من اللي لازم الموضوع ملوش علاقة ليه علاقة بأن الشخص المبتز أو اللي بيعمل كده أو اللي بيعمل المشاكل دي هو فتح الحساب تاني ولا ما فتحوهش هو دخل عمل حاجة تاني ولا ما عملش ما ممكن يقعد أسبوع اتنين ما يعملش وبعدين روح داخل عامل يتمسك ممكن ما عملش حاجة تاني يبقى مرة وخلاص لأنه جات له معلومة إن فيه محضرة عمل فمش هي جنب الحاجة زي بالضبط حريك الجملة الشهيرة المجرم دايما بيحوم حوالين جريمته لو ما حامش حوالين جريمته أو ما محتكش بالشخص خلاص ولكن اللي أنا عايزة أقوله ما فيش حاجة حد يعني هيتعمل له محضر لوحده كلام معالي اللي هو صح بس ده في حالة الحاجات المجتمعية اللي بتمس المجتمع يعني قضية مجتمعية الجهات المختصة بتتابع السوشيال ميديا وبترصدها كده بتقول إيه ما نسكوتش عن حقنا بالضبط يعني ما ينفعش أنا واحد يشتمني فقول أنا هاستنى لا هي الشرطة لا مش هتشتغل لوحدها لازم أنا كوليد شخص عادي لا أنا روح عامل محضر يعني ها مش هتتبع ميت مليون مواطن عنده كل واحدة 4-5 حسابات وعلى كل الصفحات وحسابات بحاجة احنا بنقول حالك بشمانس ملول المواطن اللي بروح يبلغ في الانترنت يعني يعني تماما ان سادة ضباط ما بحس الانترنت بتعمل وفقا للقانون فهو بياخد وقت معين عشان يطلع الدليل الرقمي وبعدين معرفش يتحرك ويجيب المعلومات الجاني الا من خلال امر من نيابة بيروح لشركات مقدمة خدمة الانترنت عشان يقدر يعرف الاي بي واوا وكلام في نقطة كمان يا معالي الليوة ممكن في ناس بتبقى محترفة مش دخلة دخول مباشر من خلال الانترنت وبيستخدم بعض الادوات المجانية زي الVPN والبروكسي لو هو فاهم شوية ويبانوا ان هو داخل من دولة اخرى فده بيقى موجود اكتر ومش كل اللي بيستخدمه الحاجات دي بيتجابه وإلا كان اي حد في الدنيا على مستوى الكوكب عمل مشكلة على الانترنت تجابه ولكن نسبة كبيرة اللي بيتجابه بس مش مية في المية مفيش حاجة اسمها مية في المية ده اللي بنقوله حفظتك وبنركز عليه يعني النهاردة هي جريمة مستمرة الجريمة اللي بتاع يعني مثلا واحد طلع كليب معين فيه إساءات لشخص معين بعد ما اطلعه هو قفل حساب بتاعه أنا في السيف سايد خلاص قفل حساب بتاعه إنما اكسي من الناس خدك كليب ده وابتده ينشره وعنده صح كده هو مشارك في الجريمة مشارك في الجريمة يعني بالتضامن هو بدأ بالتضامن بالزبط كده فهي جريمة مستمرة وبعدين لمشكلتها كمان في نقطة مهمة جدا علشان برضو متعبعين لدوقتي أنا كده لو عملت لايك أو شير كده كده كأنك عملت عفوا صورتك كده هو صورة بدون موافقتك القانوني يعاقبني دي حي صورة بدون موافقة حضرتك وده شرطائك أنا معاكب تبقى للقانون بهدالين موافقة السوشيال ميديا لو حضرتك صورة نزلت ليك عند أي حد وانتي مش عايزها تبقى موجودة تقدر تعمل عليها بلاغ وتقولي نزل الصورة دي وانا مش موافقة نيدي تبقى موجودة بتتشلمن عنها بالزبط هنا بقى معلش برضو مسؤولات بقى إدارة الفيسبوك والمش عارفة إيه والمنصات دي كلها وعي الناس في ناس مش عارفة لا أصلا يقولك اعمل إبلاغ وتقرير والكلام يقولك مثلا الفيسبوك ما تحركش ما قفلش صفحات معين حلو السؤال دي حضرتك لا 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 أنا أقول لحضرتك ليه الفيسبوك ما تحركش الناس ما بتختارش يعني هل ينفع حضرتك إن أنا عربيتي تسرقت أروح أعمل محضر في شركة الإتصالات ما ينفعش لازم أروح أعملو في الإسم طيب أنا النهاردة الصورة دي نزلت بدون ما أنا أبقى موافق لازم أختار الريبورت المناسب للموضوع حساب بينتحل صفة حسابك لازم أخش أقول الحساب ده بينتحل صفة حساب فلان ما أقولش ده فيك أكاونت لا فيك أكاونت ممكن ما تقفلوه الصيغة لا إختيار البند المناسب بالزبط طريقة إختيار البند المناسب هي اللي بتحدد نجاحه من عدد كلمة أخيرة لازم نعرف حاجة احنا مستخدمين لما حاجة نعرضة بتقول إدارة الفيسبوك وإدارة وإدارة كلها إدارات في الخارج وبرة ومصالحها وحسابتها واندر الكنترول بتاعه وكالات استخبارات أو منظمات وبالتالي المقيس والدوابط والقيم والتقاليد تختلف عن قيمنا وتقاليدنا تماما يعني تماما فنا مطلبش منها المستحيل في كلمة أخيرة أنا عايزة أذكر تاني القانون العقوبة معلش كده في سطر وسريع كده احنا بنقول إن العقوبة علشان برضو نبقى وحن بنقول إحنا نطالب بحقنا وما نسكتش وما نتهونش في ده عشان ما نديش الفرصة إن المسألة تكبر أكتر وتبقى ظاهرة ويبقى الخروج عن المسألة الأخلاق الحميد ويبقى فيه الإهانات والتجاوز ده طبعا شيء غير مسموح به على الإطلاق لأنه ده يعني التماسك المجتمعي هنا يبقى فيه مشكلة حقيقة وسلقياتنا كمان وانعكاسها علينا القانون بقولنا إيه بقى بفن القانون حضرتك الفصل التالت المادة 25 جرام المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لتقل عن 6 أشهر وبغرامة لتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين حبس 6 شهور أو غرامة من 50 لـ 100 ألف جنيه بالضبط أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما نعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من رسالة الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج سلعة أو خدمة دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أخبار أو صور أو ما في حكمها بتنتهك خصوصية أي شخص دون رضا سواء كانت المنشورة دي صحيحة أو غير صحيحة مدام إحنا بنستخدم الإنترنت وبندخل على المواقع هنا وهنا وهنا فندخل على برضو الموقع الخاص يعني مباحث الإنترنت والمعلومات وعلى قانون الجراء الإلكترونية ونقرأ هذه المادة عشان نعرف إن إحنا محميين وفي وسائل اللي احنا نقدر من خلال ناخد حقنا ونبقى يعني عارفين تبعات أي تصرف ممكن أي شخص يقوم به أنا بشكر أحدكم شكرا جزيلا باش مهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات واسية اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الدخلية المعلومات سابقا شرفتونا ونورتونا بشكر حضرتكم شكرا وبكرة إن شاء الله يوم جديد في الحياة اليوم أشوفكم أو نشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى